ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد دالنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير الاجتماع الأول للمجلس ووجه سموه ببدء العمل على تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير في الدولة من أجل تعزيز مساهمة البحث والتطوير في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات ودعم تطور القطاعات الاستراتيجية للدولة ونوه سموه خلال الاجتماع بهمية تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لترسيخ البحث والتطوير كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي وقال سموه إذن اليوم مجتمعون لتأكيد المساهمة الشاملة للبحث والتطوير وقدرته على تنمية القطاعات الرئيسية في الإمارات حيث يعد المجلس أعلى جهة مركزية في الدولة معنية بالبحث والتطوير وسنبني على ما تحقق من جهود من أجل تعزيز المنظومة الإماراتية للبحث والتطوير كما سيواصل المجلس عمله على تطوير البيئة الداعمة لاختبار نتائج الأبحاث وتجربة التكنولوجيا الجديدة ورعاية الخبراء والمواهب وحماية الملكية الفكرية في مختلف النواحي ترجمة نانسي قنقر